أنشأ المخرج العربي عنان بركات رابطة فريدة من نوعها لتعزيز الروابط التي تجمع الفنانين العرب داخل إسرائيل والفنانين عذرا العرب من مختلف أنحاء العالم للحديث عن هذه المبادرة أرحب ضيفي في الاستوديو عنان بركات مرحبا بك عنان حدثنا من أين أتت فكرة تأسيس هذه المبادرة الفكرة بسيطة ما كان فيها مشروع كبير يعني هو مشروع التواصل دائما موجود عندي اللي بعرف كمان أنا حاولت أساوي تواصل أو بعده موجود تواصل بين الفنانين الفلسطينيين الموجودين في الداخل والعلاقات التقويت العلاقات توطيل العلاقات بناتن بين بعض كعمال فنية إنتاجية إذا كانت اقتصادية أو نقدية أو حتى تواصل كجمهور بين بعض وهذا جزء منه كمان أنا بعمل مع العالم العربي في عندي علاقات مع بعض الفنانين الكبار أو مع العديد من الفنانين الكبار اللي يقول هنقصهم كمان في سوريا، لبنان، الأردن، في مصر أصدقاء من مجال السينما، من مجال المسرح كمان شخصيات بارزة اللي في إلها على الساحة السياسية تأثير الفكرة أجد بسيطة كصداقة، يعني ما كان في عندي هدف لمشروع كبير لكن أنا إذا بشوف إذا في شخص عنده أي فكرة لمشروع سينماي أو مشروع مسرحي فبعطيه تواصل أو بعطيه هاتف شخص معين من العالم العربي إذا يعني يساوي مثلاً مسرحي في عمان فبقول له أوكي هذا الشخص تعامل وطبعاً زي أي مجتمع إحنا فيه عندنا دائماً بيكون الناس اللي بتتواصل، الناس اللي شوي شاي في حالها كمان بالعالم العربي موجود هذا وكمان عند الإنسان بشكل عام، فيه فنانين عرب جداً متواضعين والعلاقة بلشت أكتر إيشي لما أنا بكتب عنهن يعني فيلم جديد لمخرج أو ممثل شفته في شيء مسلسل إحنا طبعاً متابعين للمحطات والفضائيات العربية أكتر يعني أدبى بمرو الوقت أكتر من المحطات التلفزي الإسرائيلية دائماً هذا عندنا يعني أمي وأمك بتابعوا المسلسلات العربية والمسلسلات التركية والأفلام المصرية أكتر من يعني أعنان باعتقادك شو أهمية وجود هذه الرابطة إن يمكن تسميتها يعني اللي تجمع ما بين الفنانين العرب خاصة داخل إسرائيل والعالم العربي لماذا مهم أن يكون هذا الإطار؟ يعني إحنا دائماً كفلسطينيين بغض النظر عن جواز السفر والهوية الإسرائيلية دائماً من نبحث عن تواصل ثقافي داخل المجتمع الإسرائيلي التواصل الثقافي مش موجود أو خليناً نقول ضعيف جداً يعني أنا ما بروح بحضر مسرح لشي ممثل روسي بحكي بالعبراني أو لشي ممثل يهودية عن حنوخ لفين أنا شخصياً بروح بحضر حنوخ لفين أو بروح على حفلة لشالوم حنوخ مثلاً أو مثلاً لشي مطرب إسرائيلي أو شي فنان إسرائيلي بعمل موسيقى أركادي دوخن عنده كونسرت بروح بحضر له أو لا هذا بيضل الحضور تبعنا كجمهور فلسطين ضعيف فالتواصل مع لغتنا يعني إحنا بنتواصل مع لغتنا بالأساس تواصلنا مع اللغات التانية قليل حتى كمان في أوروبا قليل جداً مظبوط مرات بيكون في عنا شغل في أوروبا أو في أمريكا أو داخل البلاد فهذا بيخلينا أنه نتعلم اللغة ونتواصل لكن ثقافياً بالنهاي منشوف إحنا التواصل ضعيف فتواصلنا مع لغتنا هو القوي يعني فمن هنا بتيجي الأفكار كيف أنت تعمل هذا التواصل كل شخص بحب يتواصل مع العالم العربي نعم فيه إشي حسي هنا نعم عنان يعني فيه دايماً الإدعاء القائل بأنه العرب في إسرائيل يعني يتهمون بالتطبيع مع إسرائيل وبأنهم متصهينون وما إلى ذلك يعني وحتى قبل عدة سنوات هناك العديد من سكان الدول المختلفة حول العالم لا يعرفون أصلاً بوجود أقلية عربية داخل إسرائيل يعني هذه المجموعة كيف تستطيع تعزيز الهوية العربية للعالم العربي؟ يعني إحنا عم نحكي لما بحكي لك عن تواصل مع العالم العربي لما عنا بركات بعمل تواصل مع فنانين في العالم العربي ومش زي ما بقولوا عنا جرف يعني عن جنب وطرف لا فيه فنانين عرب مثقفين وعيين للستاتوس أو الحال السياسي اللي إحنا موجودين فيها مثقفين جداً يعني إذا بحكي لك عن شخص زي أيمن زيدان الفنان السوري المعروف العريق ففاهمين إحنا وين موجودين يعني فيه ناس عندهم وعي أنا ما بحكي إسا عن ضيق الأفق تبع حملة المقاطعة الفلسطينية يعني ضيق الأفق الموجودة حملة المقاطعة الفلسطينية فهمينه بالعالم العربي أصلاً في سوريا كان فيه مقاطعة لفنانين سوريين لما طلعوا على أوروبا بالأفلام تبعتهم زي جود سعيد وفنانين تانيين أو مقاطعة علي سليمان بعدم دخوله لمصر ومنعه من دخوله لمهرجان الجونة هاي كلاتها مواضيع حساسي لكن فيه ناس مثقفين في العالم العربي هشام عبد الحميد واحد من الفنانين المصريين نجوم المصريين العريقين واللي عنده اسمه لما بحكي معاه عن المقاطعة أو أشخاص ثانية طبعاً مش رح حكي بقسم من أنا بس بحكوا يعني وعيين للموضوع هدول الناس اللي هن اللي هن علاقة بالمؤسسة الموضوع مركب أكتر من هيك إيش أنا الحالة السياسية الموجود فيها كيف أنا بقدر أتواصل مع المؤسسة في سوريا وزارة الثقافي أو الحكومة السورية أنا معاني جواز سفر إسرائيلي تعريفي ثقافياً أو هويتي ثقافياً معنوياً حسياً فلسطينية وكيف بدأ أوفق بناتنا دول وأقدر أتواصل مع المؤسسة السورية إذا كانت وزارة الثقافي أو وزارة العلام أو المؤسسة ففي رفض كبير من المؤسسات أنا بفهم كمان أنه جهاز الأمن المصري ليش برفض وجودي كمواطن اللي عنده هوية إسرائيلية طبعاً دي يجيوا عليه من العالم العربي أقولوا لأه أنت عم تعمل تطبيع فموضوع التطبيع هو موضوع شائق جداً لا ينحصر بالمقاطعة لكن المقاطعة تسلقت على هذا الموضوع كيف بقوله عم تتصيد بالمي العكري وأول شخص متضرر من هذا الموضوع ضرب الفنان الفلسطيني ضرب الشخصيات الفلسطينية النامية عم بحكي عن جيل الشباب جيلنا عم بضربوا الشخصيات النامية نعم يعني عنا هل هناك مساءلات قانونية أو تضييقات قانونية أو أمنية أياً كانت يعني على أعضاء المجموعة يعني ما في أكثر من اللازم مرات يعني بسألوني يكون معاي بسألوني من دردش هيك وشو هي العلاقات وكذا وهذا بشتغل بقناة المصور مثلاً بشتغل بقناة المنار أو مصور بشتغل بقناة فضائية عربية أو مع المؤسسة العامة للسينما بسوريا وإلى آخره يعني أنا ما عندي يعني ما بتأثر من الموضوع أكثر من اللازم حتى لو كان فيه مساءلات من ناحية أنا ما بتدخل يعني بشرح الحالة السياسية الموجودين إحنا فيها بشرح لنية اللي بحب نضم يعني وعم بنضم وعم بسألوني دايماً وقابليتنا للانضمام كتير كتير كبيرة بالعالم يعني عنان هي فكرة قد تبدو بأنها فكرة بسيطة لكن ما هي طموح أو ما هو طموح هذا المشروع؟ طموح هذا المشروع تواصل مع لغتنا زي ما أنا حكيت لك ولكن من هذا المشروع بنتج كتير شغلات يعني إسا شخص حكيت معه أبل ممثله سورية معروفة رح تعمل إسا فيلم جديد حكيت معه أنا لتواصل لمشروع فلسطيني سينمائي فلسطيني سوري ممكن يكون أعدن هذه النقطة التالية يعني هذا مشروع كبير تماماً أنه هل بتفكره خلال عدة سنوات أو أي فترة زمنية كانت إنتاج عمل فني مشترك طبعاً عم نحضر سيناريوهات من مختلف بطاع العالم طبعاً عم نحضر سيناريوهات هل في أفكار ممكن شاركنا فيها؟ لا بس أنه في أفكار اللي هي بإطار البلورة بإطار الكتابي في ناس كتير معنيين يتواصلوا معنا بوصلني كمان سيناريوهات من بره كمان إحنا بنبعد سيناريوهات إحنا الإمكانيات الموجودة عندنا تطيح لنا الفرصة التواصل مع كل العالم العربي إحنا فيش علينا العيون مفتحة من ناحية سياسية في مساحة من الحرية اختراق هذا الحاجز السياسي ممتاز لعيلنا إحنا ممتاز والتواصل ما بروفضه على فكرة كتير مناح بالعالم العربي كتير مناح إذا شرحت الصورة بشكل نيح وللناس المزبوطين يعني مش أي واحد من الشارع عمره 19-20 سنة 25 سنة خنان وطني عربي قومي رافض لكل إشي موجود فيه أنا ولكل حال السياسي موجود فيه أنا بروح بعمل معاه تواصل بعمل تواصل مع ناس مهمين ناس مثقفين ناس وعيين وإليه الوزنين بس ما بتجرب تتواصل مع هذول الأشخاص ويعني ربما يكون لهاي الرابطة تأثير في تغيير صور نمطية معينة بيصير في تغيير لما بيكون فيه فنان كبير بحجم نجم بيحكي أنه التواصل صار مع أنا بركات عن طريق هاي المجموعة وصار فيه من خلال هذا التواصل إنتاج أو عدة مبادرات لإنتاجات عديدة فالتغيير بيصير عن طريقه لأنه بيحكي هذا بيمثل جزء معين وإله جمهوره إحنا عم نحكي إسا مثلا سينمانا مشروع سينمانا بين سوريا وفلسطين سينمانا بين سوريا بين مصر وفلسطين هاي مشاريع طرحت أنا هي بعدها يعني مش للنشر أكتر من اللازم لكن هاي المواضيع ماشي إيش بيمشي منها قديش بيمشي منها التواصل نفسه نجاح نعم يعني إذن التواصل هو أيضا لثيمات ثقافية وأيضا سياسية طبعا طبعا فيه أشياء سياسية كتير يعني إحنا وجودنا هنا يعني الأساس تابعه سياسي يعني كل شخص بيعرف أنه بأي تحرك بأي محل شخص اللي بمرق مرحلة معينة من الإعلام بزدات بالإعلام إحنا بنعرف أنه بكل محل فيه طابع معين اللي بتوبي أخذوا الإعلام عن هاي المؤسسة هاي المؤسسة الإعلامية فيه إلى طابع معين سياسيا تفكير دايما سياسي إذا واحد أجا على محل معين بده يشتغل بشي مؤسسي وبده يأخذ دعم من وزارة ثقافي معينة أو من جهة معينة أو من صندوق معين بتلاحظي سنضيك الدعم في العالم كلهاتها مسياسي يعني إذا منكون إحنا ساذجين ومنكون أنه فيه شي كتير سياسي بس بتخيل أنه فيه سياسي بكل موضوع الناقد والمخرج السينمائي عنان بركاث شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا بشي